إنما النهاردة رؤيتنا إن عندنا 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة دول وحدهم بيخلونا إن إحنا نستورد منتجات بحق أكتر من 25 مليار دولار الدولة المصرية النهاردة مركزة على هذه الفرص وشغلين عليها بحوافز بكمية إجراءات عشان نقدر إن إحنا نوطن صناعات بهذا الشكل توفر على الدولة فطورة استراض تصل إلى أكتر من 25 مليار السياحة بنية أساسية إحنا كلنا بنتكلم عن السياحة إحنا هنا بتكلم على اقتصاد وكله بيتكلم على السياحة الدولة المصرية وأنا بقولها لحضركم في التسع سنوات دول لم ترى السياحة والأثار نهضة كما تراها في هذه الفترة إحنا أنشأنا وأهلنا 29 مدحف ورممنا 221 موقع أثري متاحف كثيرة جداً اتعمل لها تطوير وإنشاء جديد في كل مكان في مصر كل حتة في مصر النهاردة بقت موجودة وإن شاء الله يعني ضرة التاج المتحف المصر الكبير إحنا بنضع لي اللمسات الأخيرة خلاص عشان يبقى ينتهي ويبقى جاهز للإفتتاح وتحديد الموعد إن شاء الله وقت مسيات الرئيس يؤمر بإذن الله اكتشافات أثارية موجودة في كل حتة والأثار النهاردة شغال عليها عملنا فعاليات كبيرة جداً إحياء طريق الكباش نقل المميوات حضراتكم عرفتوا كلوا لي دي كان لها المدى الزمني لترويج السياحة لكن أيضاً أنشأنا مقاصة سياحية جديدة عشان إحنا بنتكلم النهاردة إن مصر إذا كنا ربنا حيكرمنا السنة دي ونصل إلى 15 مليون سايح الخطة بتاعتنا أن نضاعف هذا العدد في خلال خمس سنوات ونصل إلى 30 مليون كلام دي يبقى محتاج بنية أساسية كبيرة أماكن ومقاصد للسياحة تستوعب هذا الكلام وأماكن للزيارة وتنويع للمنتج السياحي كل ده شغالين عليه في كل حتة في مصر منهم المشروع أن إن شاء الله يعني يكون جاهز على الربع الأول من العام القادم التجلي الأعظم أو مدينة سانت كاترين اللي حيبقى إن شاء الله مشروع على أعلى مستوى عالمي في هذه المنطقة هدفنا زي ما بنقول لحضراتكم إزاي نستعيد وطيرة التنمية السياحية عشان تبقى جزء أصيل من النمو الاقتصادي لمصر الاندماج في الاقتصاد العالمي وده الحقيقة معلش أنا أنسي فأقولها بهذا الشكل وكلنا تعلمنا في الكتب وكنا بندرس كده وإحنا في المدارس الموقع الاستراتيجي المركزي والمحوري لمصر وأنها تتوسط ثلاث قرات في العالم ولا بد من الاستفادة من هذا الموقع طب هو المفروض طب نستفيد منه إزاي نستفيد منه إن نحول مصر إلى مركز لوجستي حقيقي عالمي يكون فيه كل الآليات بمعنى الكلمة اللي تقول إن هذه الدولة فيها كل البنية الأساسية اللي تخليها وتؤهلها إنها تبقى مركز لوجستي عالمي